هذا حقيقة يعتبر عمل إبداعي متميز مشكورة الشعب الرابعة في فرع جامع الدمشق على القيام به لأن هذا العمل أو نتاج هذا العمل له ترجمات على أرض الواقع فيما يخص الأعمال التدريسية الأعمال الأكاديمية هذه الدورة طبعا تخرج من 42 طالب هذا يأتي ضمن برنامج الذي يقوم به رئاسة الجامع مع قيادة الفرع ضمن المشروع الذي أطلقه سيد الوطن سيد الرئيس بشار الأسد حول الإصلاح الإداري لذلك لا بد من كوادر تعلم وتعرف كيف تتعامل مع الحاسوب هذه الدورة ضمن سلسلة دورات إن شاء الله في القريب العاجل ستقوم بها قيادة الفرع بتعاون مع رئاسة الجامعة هذه الدورة قد تكون العاشر التي قمنا بها خلال عام دورة قيادة الحاسب الآلي ودورة أمن المعلومات انتسب إليها بحدود المائة منتسب إلى هذه الدورة من طلاب جامعة دمشق ممن يهتمون بمثل هكذا دورات وقبلها قمنا بدورات فلكية ودورات جي بي اس ودولات أيضا تخصصية في علوم الطب والصيدلة أيضا هذه الدورات تدفع رسوم رمزية قد لا تصل إلى 2000 ليرة سورية يدفعها المنتسب لقاء انتسابه إلى هذه الدورة ويعود ريعها كما ذكرت لصالح صندوق الشهداء في جامعة دمشق هلأ هذه الدورة فادتنا كثير عرفتنا على برامج على الكمبيوتر إحنا ما كنا منعرفها وحسنا أنه كثير استفدنا يعني وصار معنا شهادة فيها أنه أي شركة أو أي شيء بيقبلنا إذا أنه بده دورة الكمبيوتر كانت دورة كثير منيحة تعلمنا منها كثير شغلات أول شيء فتنا بالبداية ما منعرف شيء فعلا أنا عم بحكا كتجربة أنا فتت ما بعرف شيء صراحة تعلمت على برنامجين الحمد لله وعملنا فحص فيهم وكانت نتيجة كثير منيحة طبعا غير الأصدقاء اللي تعرفنا عليهم والأيام الحلوة اللي عشناها هي غنب المعلومات كمعلوماتية يعني نحنا أنه شغلنا على الكمبيوتر بس أنه إكسيل وإكسز أنه زيادة معلومات أنه يعني إجدنا كموظفين داعم منيح لشغلنا لزيادة تطور إلنا نحنا كموظفين جامعة طلاب برامج هيك شك ترجمة نانسي قنقر شكرا